يعني حادثنا مستمرة مع الأستاذ محمود شوئي وكنا نتكلم على الكتاب الثاني بقى كرة القدم والمكفوفين كتاب المكفوفين وكرة القدم يعني كنا نتكلم في كذا حاجة منها أن حد كان بيلعب كرة قدم بعدين فقد بصره واستمر فيها وكيس الثانية كتير مماثلة يعني لا خلينا نخش معاك أكتر يعني عشان نعرف تفاصيل الكتاب إنساني بشكل كبير جدا قصص وقعية كاملة في شوية منهم قصة من الخيال كلهم قصة وقعية مصرية بالمناسبة وقصة وحيدة أجنبية لي حتى الصورة موجودة في كنترول لو إذنما لا يعودية أشهر مشجع كفيف في العالم ده حضر كاس العالم برازيلي وحضر كاس العالم الأندية مبقرة وحنا كنا في بوزابي برفقة النادي الأهلي وكان معنا في نفس الفندو وضيوف الفيفا حتى الكابتن عدل قيعي والسيد بروني منيسي كان داما يعكسوه ويعكسوني أصدقاء أو صديق محمود شوئي وصل ده أشهر كفيف في العالم أنا كنابت عنه في الكتاب والغريب أن صورته موجودة في الكتاب وأنا وردت له صورته داخل الكتاب مش عاوز أقول لك بقى الانبهار اللي حصل منه من والدته أهو اللي معنا دول على الشاشة لما شافوا صورتهم يا أستاذ كريم داخل الكتاب وأنا حاكي قصتها هي كمان كأم اللي هي بتاخد ابنها المدرد تحكيله أستاذ أنهواند عن الكورة وحلوة الجمهور والنجوم وعلاقته على فكرة بتسافر بي بقى والفيفا دلوقتي تكرمه في احتفاليه من سنتين تفاليه الأفضل وعلاقته قوية جدا مع نجوم البرازيل فهو من زر الإحتاجات الخاصة وكفيف ولكن عاشق الكورة القدم وهي بتخفف عنه كل الألام لأنه كنت حاجة عنه في الكتاب وبالصدفة اللي احنا قابلناه في الزر الكتابة تضمن قصص مصرية خالصة عن ناس لعبة الكورة وكانوا متقلقين فيها جدا ثم فقدوا البصر ودي أمر في المنتهى الغرابة أن أنت أحيانا في واحد منهم فقد البصر داخل الملعب بالمناسبة يعني في اسكندرية قصص أخرى عن ناس لعبوا حاليا كورة القدم للمكفوفين لكنهم اتولدوا من فقد البصر ورغم كده بيحبوا الكورة حب غريب بيحكوا عن أنا حتى كنت أسأل بشغف يعني إيه السر في الحب ده وأنت شفتش الكورة قريبا هم اتولدوا ومكفوفينوا وعندهم من الشكل ده من المشاعر تجاه حاجة عمرهم ما شفوها قبل كده مش مثلا فقدوا البصر نتيجة حادثة ورح اللحقها من حياتهم لحقوا يشوفوا يعرفوا يعني الكلام على هذا حلوة الموضوع بالمناسبة خلينا نحيي أي بس السر في إيه أنا أقول لحرك السر في إيه أحد أهم الأسرار في ده ولازم إحنا كمان نحيي أو نفتقد بتاريخنا الإعلامي أحد أهم الأصراف ده إزاعة الشعاب والرياضة يعني كل كلامهم معايا على فكرة هم ارتبطوا بأسير الراديو وحديث الموزيحين عن الخطيب عن حسن شحات تشكيل الوجدان ده كان أحد أهم أجزاؤه ونقاطه المهمة جدا هو تشكيل واحد من المكفوفين لم يرى الكرة أبدا فارتبط بها عبر الراديو إذا ركض هم بيحكوا بيحكوا لي التفاصيل ألهم وزعين بالتفصيل يعني تعليق معلق مثلا عن جن الخطيب في كتوكو أما سمعوا في الراديو فبيحكيه بالتفصيل هو ما شفوش دي قصص إنسانية مهمة جدا عشان كده الكابتل الخطيب أما أنا عرضت عليه فكرة أنه يكتب تقديم للكتاب ودي أول مرة كابتل الخطيب يعملها أنه يكتب تقديم لكتاب في السوق رحب جدا حبا وتقديرا منه للمكفوفين مش لمحمود شاو طبعا ده شيء طيب من الكابتل الخطيب اللي عودنا على عزيز المواقف المحترمة وكتب الكابتل الخطيب داخل مقدمة الكتاب كلام مبهر عن المكفوفين وأنه قال كده بالحرف لقد لعبنا كرة القدم من أجل ساعد الناس وساعدت كبيرة ومضعفة لما لاي المكفوفين يتعلق ب الكور ده كلام الكابتل الخطيب كتاب إنساني مهم أتمنى الناس توقف عنده الحمد لله هو عمل رد فعلي كواس جدا حتى في بوظب أهدتك الأساسي الكبير الأعلامي الكبير عقوب السعدي نسخة من كتاب المكفوفين والكورة وكتاب الأساطير أعلامي كبير ومحب جدا توقف جدا قدام فكة المكفوفين والكورة وبدأ يقرأ بعض أجزاء منه وناس كتير جدا خارج مصر توقفت قدام الكتاب الحمد لله أعتقد أنها تجربة طيبة أتمنى أن الناس تتوقفوا قدامها بكثير من الاهتمام